اشتركوا في القناة وتفسر أهمية التنوع الحيوي وتلخص الأهمية المباشرة والغير المباشرة للتنوع الحيوي ومن الأهداف الرئيسية ننتقل إلى الفكرة الرئيسية والتي تتضح فيها أن التنوع الحيوي يحافظ على صحة الغلاف الحيوي نقي ويزود الإنسان بالموارد المباشرة والغير مباشرة بداية إذا قل التنوع الحيوي ماذا يحدث؟ يحدث الإنقراض فما هو الإنقراض؟ هو عبارة عن موت آخر مخلوق من هذا النوع هناك ثلاث أنواع من التنوع الحيوي وهو أولا التنوع الوراصي والمقصود بالتنوع الوراصي هو عبارة عن الجينات والخصائص الوراصية التي وهبها الخالق للجماعات البشرية فإذا دققنا النظر في الصورة أسفل الصفحة نجد أن الكائنات الموجودة كلها تنتمي إلى خنفساء الضعصوقة كلها نفس الكائن ولكن تختلف في الشكل الخارجي فيؤدي التنوع الوراصي إلى زيادة فرص البقاء إلى زيادة فرص البقاء في حال تغير الظروف المناخية أو تفشي الأمراض المختلفة وبالنسبة للنوع الآخر من التنوع الحيوي وهو تنوع الأنواع ما المقصود بتنوع الأنواع هو عبارة عن عدد الأنواع المختلفة ونسبة كل نوع في المجتمع الحيوي كما درسنا من قبل أن التنوع الحيوي بيزداد كلما انتقلنا من المناطق القطبية إلى المناطق الاستوائية فكلما اتجهنا إلى المنطقة الاستوائية يصبح الأنواع أكثر كما في المنطقة الاستوائية المطيرة والتي تعتبر من أغناء المناطق على سطح الكرة الأرضية من حيث التنوع الحيوي الخريطة هنا للمملكة العربية السعودية توضح توزيع بعض الأنواع في المملكة كالزواحف والسديات والطيور فنجد في المنطقة الغربية من المملكة بتنتشر الزواحف بكثرة أما المنطقة الغربية للمملكة فيقل بها عدد الطيور والنوع الثالث من تنوع الحيوي هو تنوع النظام البيئي والذي يطلق على التباين في الأنظمة البيئية فلكل نظام بيئي مجموعة من العوامل الحيوية واللاحيوية التي تدعم معيشة مخلوقات أو أنواع معينة فعلى سبيل المثال منطقة ألسكا والتي تتميز بوجود مجموعة من العوامل الحيوية واللاحيوية التي تدعم معيشة حيوان ضأن الدال كما هو الحال في منطقة ألسكا أيضا في المنطقة الاستوائية المناطق الاستوائية تتميز أيضا بوجود مجموعة من العوامل والتي تدعم معيشة الطيور الاستوائية وبالنسبة للهدف الأخير في درسنا اليوم وهو أهمية التنوع الحيوي يتمثل أهمية التنوع الحيوي في سلاس نقاط أساسية وهي الأهمية الاقتصادية المباشرة والأهمية الاقتصادية الغير مباشرة والقيمة العلمية والجمالية بالنسبة لأول أهمية وهي القيمة الاقتصادية المباشرة فالتنوع الحيوي يوفر لنا الطعام والملبس والطاقة والعلاج والمسكن كما أن الأنواع الغير مرغوب فيها تعتبر مورد مهم للجينات التي نحتاج إليها في المستقبل فكيف يحدث ذلك؟ نجد هنا نبات التيوسينت البري هو نبات يشبه نبات الزر المحلي ولكن نبات الزر المحلي نبات غير مقاوم للأمراض فيقوم العلماء بأغز الجينات المرغوب بها من نبات التيوسينت البري وتهجين نبات الزر المحلي لجعله أكثر مقاومة للأمراض وبالتالي فقد استفدنا من النباتات البرية في أنها مورد مهم للجينات التي نحتاج إليها لتهجين النباتات ذات القيمة الاقتصادية العالية ومن أيضا أهمية التنوع الحيوي المباشرة استخلاص الكثير من الأدوية كما يستخرج من ظهرة الوينكا علاج لبعض أنواع أمراض السرطان الدم وفتر البنسيليم يستخرج منه المضاد الحيوي البنسيليم وشجرة الصفصاف يستخرج منها مسكن الألم الثالثين وهنا فقد اختصرنا بعض الأهمية الاقتصادية المباشرة للتنوع الحيوي طيب بالنسبة للقيمة الاقتصادية الغير مباشرة القيمة الاقتصادية الغير مباشرة تزود النباتات الخضراء الجو بالأكسجين وتخلص من ثاني أكسيد الكربون أثناء القيام بعملية البناء الضوئي كما أن الموارد الطبيعية تزود الإنسان بماء الشرب الآمن للاستخدام والأنظمة البيئية السليمة توفر قدر هام من الحماية من الفيضانات والجفاف وأيضا تولد طربة خزبة وأخيرا القيمة العلمية والجمالية فالتنوع الحيوي يتيح الفرصة للقيام بالأبحاث العلمية ومن المشاريع المهمة والتي تم تشيدها في المملكة العربية السعودية هو مشروع مدينة نيوم وهي مدينة المستقبل تم تشيدها على الأطراف الشمالية الغربية من المملكة وتطمح فيها المملكة بوجود مجتمع جديد يعيش على أرضه الملايين في جو ينبط بالحيوية والتنوع ومن هنا فقد انتهينا من درسنا اليوم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته